لم يكن ملف النزوح السوري وحده على أجندة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء مع الوفد الأوروبي فالمواقف التي أسمعها لرئيس قبرس نيكوس خريستو دوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر ليان تضمنت رسائل في غاية من الأهمية حول موقف لبنان حيال غزة والجنوب الرئيس بري استقبل زائريه على مدخل قصر عين التيني واستعرضوا ثلة من قوى الأمن الداخلي قبل أن يتوجه الوفد الأوروبي إلى مكتب الرئيس بري حيث عقد اجتماع دام حوالي الساعة بحضور وزير خارجية قبرس وسفيرة قبرس لدى لبنان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كما حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية فادي عليمي وسفير لبنان في بلجكا فادي الحج علي ومستشار الرئيس بري علي حمدان وأمام ضيفيه شدد الرئيس بري على أن لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزما بقواعد الاشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وكراه وبلداتها الحدودية الجنوبية حيث لم توفر إسرائيل في عدوانها المدنيين والإعلاميين والمساحات الزراعية وسيرات الإصحاف استخدمة أسلحة محرمة دوليا وأكد الرئيس بري على أن لبنان بانتظار نجاح المساعد الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتما سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزا لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار 1701 الذي كان لبنان ولا يزال ملتزم ومتمسك به رئيس المجلس أثار كذلك دور الإنر ومطالبا الدول التي أوقف تمويلها للمنظمة بإعادة النظر بقرارها نظرا لأهمية الدور الذي تؤديه تجاه اللاجئين الفلسطينيين وبما خص ملف النزوح الملف الأساس الذي كان سبب زيارة الوفد الأوروبي اعتبر رئيس المجلس أن اللقاء كان عمليا بامتياز مقترحا تشكيل لجنة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لمتابعة الزيارة والاجتماعات التي واكبتها وقد لقى الاقتراح ترحيبا من رئيسة المفوضية الأوروبية وفي هذا الإطار جدد الرئيس بري التأكيد على أهمية التواصل مع سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النزوح ولسيما مع الحكومة السورية التي أصبح حضورها طاغيا على معظم أراضيها كما قال وكما في الاستقبال في الودع رافق الرئيس بري ضيفيه إلى مدخل القصر هذا وشكر رئيس المجلس أوروبا لمساهمتها في قوات اليونيفل في البر والبحر مقدرا لرئيسة المفوضية الأوروبية ولرئيس جمهورية قبرس الزيارة العملية التي تتسم بأهمية كبرى في هذه المرحلة الراهنة التي يمر فيها لبنان والمنطقة